اشتركوا في القناة التي تتمثل بنشر ثقافة هذه الرياضة والترويج لمملكة البحرين وضف سمو الشيخ خالد بن حمد إلى أن البحرين قطعت شوطا كبيرا منذ تأسيس فريق MMA وتأسيس منظمة بريف العالمية أو الدولية فقد استطعت في فترة قصيرة أن تكون قاعدة متينة في الشرق الأوسط على المستوى الاحترافي ومستوى الهواء متمنيا سموه مشاركة العديد من الدول في القارة الأسوية لمواصلة مسيرة النجاح لهذه الرياضة من جنب عرب الجنرال متقعد أحمد يوسف شاه عن سعادته برغبة سموه في تطوير الرياضة مشيدا في الوقت ذاته برؤية سموه في تأسيسه هذه المنظمة الذي وضعت بصمة واضحة في عالم رياضة فنون القتال المختلطة قدما الشكر لسموه على كل ما يقدمون لخدمة الرياضة وعطاء الشباب فرصة للممارسة المفضلة